الشازلي الشازلي واحد بس اشهر بيع في مصر واللي بيبيع البصل ب3 جنيه ولا 10 بدل ب1500 جنيه يعني البدلة كاملة ب150 جنيه اسطورة في البيع ومصادر شغله غير معروفة حكاية الشازلي اشهر بيع في مصر وعلاقته بكوكو اند اس كل دو اكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده الشازلي المصري ده الاسم اللي اكتر تداولا دلوقتي على السوشيال ميديا وده بفعل صاحب الاسم نفسه اللي عمل من نفسه تاريخ في البيع والشراء ممكن يتدرس في كبرى الجامعات في العالم الشازلي بطل الفيديو ده وهو واحد لي في كل حاجة حرفيا الملابس البروتين بتاكمل الأجسام حتى البصل والخضروات اللي فيها الشازلي مؤخرا باع البصل الكيلو ب3 جنيه دلوقتي جاي يعمل اللي غيره كتير ما عرفوش يعملوه عارض لعشر بيديو الخروج وزفاف ب1500 جنيه يعني الواحد ب150 جنيه تقريبا وده سعر غريب جدا ومش متوفر عند اي حد على كلامه فخامة شغله من انضف الخامات لالبيديو ده القماشة بيوبر ولا بتبهت من الغزيل الشازلي موقفشه على الملابسه باس ده كمان وصل انه يبيع بروتين بتاع كمال الأجسام وشباب بتاع الجيم بيبيع العبوة عنده ب250 جنيه ده تقريبا اقل من ربع سعر العبوة برا علشان بيبين انه مسيطر اكتر وشايف شغله بطريقة ما فيه زيها ام رايح شغال في البصل الشازلي من كم يوم اعلن عن صفقة بصل جياله فيها الكيلو ب3 جنيه تقريبا والكمية محدودة الشازلي بيع بالفعل كيلو البصل ب3 جنيه للكيلو في وقت اقل كيلو بصل فيه ب15 جنيه ده لو جبته يعني بالسعر ده تبقى شطر جدا وكسبان فيه كمان لحد اينا تكونوا عرفتوا حكاية الشازلي والاسعار الغريبة اللي بيبيع بيها ملابس وخضروات وبروتينات وكل الكلام ده نجي بقى دلوقتي على سر طباطب كرولوس حشمة صاحب محلات كوكو عند اس الحقيقة ان الاثنين شايفين نفسهم كبار سوء الملابس في مصر كل واحد فيهم بيعرض بضاعته باسعار غريبة جدا والاثنين بيتنافسوا دلوقتي انهم يتجروا في اي حاجة جيب في دوس يعني كوكو نفسه لما لقى الدنيا كده اي مجاب من يومين صفقة ذهب وبيع الغوشة ب40 جنيه متخيلين الدهب دلوقتي بكام هو بيبيع الغوشة ب40 جنيه يعني فرق كبير جدا بس خدوا بالكم الغوشة الدهب فالصو مش حقيقية بس هي في الصور وفي اللبس تتفهم انها حقيقية حاجة كده يعني تمشي الحال عرضها كوكو وقتها انها مبادرة منه لتيسير الامور شوية على العرايس يعني اغلى شبكة عروسة عنده متعديش 500 جنيه بس شبكة فالصو المهم ان دي العلاقة لبين كوكو عند اس وبين الشازلي الحقيقة ان التنافس بين الاثنين ده مخلي في حماس كبيرة قوي عندهم والامر ده مشجع الجمهور جدا وفصل حول الزبين دلوقتي من التنافس ده اكيد هما الكسبانين ده فيلي مستني دلوقتي وعلى سبيل الهزار ان حد من الاثنين كوكو انت اس او الشازلي انهم يعرضوا عربيات للبيع وهو اكيد يبقى سعرها اقل من السعر العادي بكتير في النهاية انتم ايه رأيكم في الشازلي وكوكو انت اس وعايزين الشازلي يبيعي تاني اقولوا لرأيكم في التعليقات